هنا الغوطة الشرقية هنا يتساوى الجميع أمام الموت فلا فرق بين رجل أو امرأة طفل أو شيخ كبير فألة الحرب التي يقودها نظام السوري بدعم روسي إيراني لا تستثني أحدا مئة القتلى والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي يتواصل منذ أيام بينما يتواصل كذلك فشل المجتمع الدولي في وقف المجزرة في الغوطة تختلط أطلال البيوت ببقايا أشلاء من كانوا ساكنيها وكذلك تختلط الحسابات السياسية والاستراتيجية تبعا لاختلاف الأهداف وموازين القوى فرئيس النظام بشار الأسد يرى للغوطة الشرقية أهمية تستمدها من موقعها الجغرافية الواقع ضمن حزام العاصمة والقريب من مطار دمشق بما يحمله ذلك من خطر عسكري على كليهما المدينة والمطار وبحسب متابعين للأزمة السورية فإن الأسد لا يستطيع التفكير في ذلك بعيدا عن إرادة داعميها في طهران وموسكو الذين يرون في الغوطة الشرقية جزءا بالغ الأهمية ضمن ما أعلنه الأسد في 2013 بشأن استراتيجية السورية المفيدة تلك الاستراتيجية التي تمهد الطريق أمام عملية تقسيم لسوريا على أسس مذهبية وأخرى اقتصادية فالغوطة تعد سلة الغذاء لدمشق بما تمتلكه من مساحات كبيرة من الأرض الزراعية التي ساعدت سكانها على الصمود رغم الحصار المتواصل منذ 2012 لذلك فإن ضم الغوطة إلى مناطق النظام يحقق استكمالا لمشروع سوريا المفيدة بما يتضمنه من مصلحة إيرانية وروسية مباشرة فطهران تسعى إلى استكمال مشروع الممر الاستراتيجي من طهران إلى ساحل البحر المتوسط في لبنان مرورا بالعراق وسوريا وموسكو تسعى لتأكيد وجودها العسكري في مناطق شرق المتوسط في صياق صراع النفوذ مع الولايات المتحدة التي ربما تتدخل في وقت ما للمحافظة على نفوذها في سوريا ما يهدد ربما بتفجير الأوضاع وحدوث مواجهة بدأت إرهاصاتها قبل أسابيع بقصف المقاتلات الأمريكية عشرات من المرتزقة الروس فهل يصل الأمر إلى مواجهة حقيقية بين الطرفين تكون سوريا ساحة لها موسيقى موسيقى